فالدكتور يعني إلى أي مدى كان فيه تأثر من الشيخ هاشم هيبة رحمة الله عليه بفضيلة القارئ شيخ محمد رفعت في البداية ده حبيبه حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشيخ هاشم هيبة من موليد 1917 في قرية من قرى كفر شكر أبوة دكتور حفظ القرآن ما شاء الله وهو ابن سبع سنين ما شاء الله سبع سنين يعني هو الواحد يحفظ القرآن ابن عشر اتناشر كويس لكن سبعة يبقى فيه نبوخ ويبقى فيه نبج عقلي مبكر وهذا هو ما كان في شأن فضيلة الشيخ هاشم هيبة نزل للقاهرة مين يبقى أستاذه أستاذ وهو أستاذ الكل بقى وأستاذنا والذي له فضل على مصر لا يحصى ولا يعد الشيخ عامر بن عثمان الشيخ عامر بن عثمان عمل نقلة نوعية في قضية التعامل مع كتاب الله وفي تلاوة كتاب الله الله يرحمه وطبعا في يوم من الأيام كان الشيخ عامر بن عثمان هو شيخ المقارئ المصرية الشيخ عامر بن عثمان يعني قرآن يمشي على الأرض مش قرآن بس بقى ده كان عالم كبير عالم بقى يذكرنا بالشيخ محمد المتولي الكبير بالشيخ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري حاجة يعني بدأ بنسميهم ايه شامس القراء طب شامس القراء الشيخ عامر بن عثمان هو السبب في شيوع القراءة الصحيحة الملتزمة بالأحكام اللي هي دلوقتي لأنها حاجة عادية خالص وكل واحد يتصدر المحراب بيبقى ملتزم بيها في غالب الأمر كان أستاذا لهاشم هيبة علمه الأحكام وعلمه القراءات هاشم هيبة احنا بنتكلم دلوقتي هو عنده مثلا 17-18 سنة يعني سنة 35 يعني دوب دوابان في مين في محمد رفعت محمد رفعت حينئذن بيقرأ الصورة في يوم الجمعة في مسجد فاضل باشا فلازم نروح بمسجد فاضل باشا ونتعلم من الشيخ نسمع ونبقى قريبين منه ونحافظ على مروحنا في هذا الوقت جيه في وقت في الأربعينات دخلنا بقى في الأربعينات بقى عندنا 23 سنة 24 سنة حاجة كده الوزارة عملت مسابقة وزارة الأوقاف راح الشيخ هاشم هيبة طلع الأول يعني نجح نجح كويس عظيم يحطوه فين بقى في مسجد فاضل مع حبيبه مع حبيبه طبعا هم مش حطينه مع حبيبه اقول انه حبيبه اولهولنا عارفين المعلومة دي دي حاجة ربانية الهية من حال الشيخ هاشم هيبة طبعا انه تعالى كده فكان هاشم هيبة طبعا الشيخ محمد رفعت يحب الصوت الحسن وبتاعته بقى ومتعلم على دروش الحريري وعلى الشيخ المغربي وكده إلى آخر فالمهم انه اعجب الشيخ هاشم هيبة وابتدى يدينه من الخبرة بتاعته وظل هاشم هيبة مع الشيخ رفعت الشيخ رفعت غاب الشيخ رفعت كذا تعب اكده يبقى هاشم هيبة هو اللي هيتصدر في كده لو تسمعوا في البدايات بدايات دي يعني عايز لك تقعد خمس ست سبع ايات عبان ما تفرق هو ده هاشم هيبة او رفعت للدرجات للدرجات يعني هو ده مين تقريبا رفعت بس التون بتاعه مش رفعت طب استنى كده نسمع تاني لأ لأ رفعت لأ مش رفعت لغاية ما تمضي ثلاثة اربعة كده وقال ده هاشم هيبة يبقى اذا درج المتمكن قوي وظل هكذا في المسجد طول حياة وطول حياة حتى لو الشيخ رفعت امتنع عن التلاوة بعد ما اصابه يعني المرض الشيخ هاشم فضل في الشيخ رفعت وهو مريض برضو على قوة مسجد فاضل لكن اللي بيقوم بالصورة هو هاشم هيبة بعد كده راح لمسجد صلاح الدين وظل فيه الى ان مات اللي جيه بعديهم الله يرحمه يمكن الناس ما تعرفوش كان اسمه الشيخ عبد الشافي والشيخ عبد الشافي ده كان يقولولنا مشايخنا صوته عامل زي الموس حاد حاد جدا لغاية ان تقشعر تقشعر وانت بتسمعه ايه الصوت ده الحاد القوي ده الشيخ عبد الشافي محدش يعني يجيب سرته كتير الله يرحم الجنة الله يرحم الشيخ هاشم راح لما وجد الحكاية كده واستلز بمرافقته لرفعت راح درس الموسيقى والمقامات في معهد الموسيقى العربية دراسها بقى وتخصص فيها دراسة بقى فيهم مقام يعني ايه نهواند يعني ايه تدخل بيات يعني ايه تروح للحجاز يعني ايه تروح للصبا يعني ايه الصبا ده بيدل على ايه يعني العلم نفسه عشان كده فريد الاطرش اللي ارحمه راح له في مرة في ميتم من ميتم اللي كان كان في عمر مكرم كان في عمر مكرم كان في عمر مكرم كان في عمره فريد الاطرش شاف ان الشيخ المساحة الصوت بتاعته مساحة عريضة وقوية وحاجات زي كده فهو احد بعيد ايه ايه مين ده اول مرة يسمعه قام قاعد جنبيه كده وهو وبقى يعني ايه ينسجم معاه فكان يقول ايه الله الله يا سيدنا الشيخ الله الله يا عم الشيخ الله الله دي كان بيقولوها البطانة بتاعت المبتهل او المكرم علشان يشجعوه علشان يدفعوه اليك فريد الاطرش بالشكل ده ام بدور البطانة ام بدور البطانة دي بعد ما خلص الشيخ هاشم هيبة فريد حياه وكذا ومدحه وقال له نعيز اعرف انت بتعمله ازاي انت شخص انت بتجيب حاجة ده حاجة عجيبة غريبة فده كانت طبعا شهادة من فريد الاطرش للشيخ هاشم هيبة وده بيخدم حاجتين الحاجة الاولى ان اهل الموسيقى وعلماءها يحترمون القرآن ويحترمون التوشيح الحاجة التانية الاستبادة المتبادلة ما بين اهل الموسيقى واهل القرآن يعني اهل القرآن والتوشيح لهم ابداع بيفيد الموسيقى مش فقط اهل الموسيقى بيفيدوا القراء بيفيدوهم لكن ايضا القراء بيفيدوهم الالتزام باحكام التجويد مع الصوت العريض اللي هو انبهر به مع ازاي يخرج من مقام الى مقام بسهولة وعزوبة وكذا الاخرية كان بيعلمهم بالاضافة الى انه بيبهرهم فدي حاجة مهمة للغاية شكرا